السلام عليكم اليوم ان شاء الله جيتكم في الفاتيرة صراحة لكي جي رائع وهشة لاجين يلا كيجي خفيف بحل قطن وكيجي رقيق يعني ما كيجي لناش غليد او لمعجن صراحة كيجي رائع مما الفاتيرة راهم ملفك نديرها غير هاد المرة درنها بواحد الحلة جديدة بواحد شكل جديد اللي كتجي فيه صراحة كتشاهي وكتجي زوينها من شكل يلا كيف مما كتشوفوا صراحة كتجي رائعة من يمكن ت nodzeو الحشو اللي غاد يديرو فيها كيف مما كتشوفوا هنا يعاندي الكفتة مهم على حسب الكمية اللي عندكم تصول وعلى حسب الحشو اللي بغيتوا تقاطروا only a typeы تقدروا الكفتة وكارغ Franc mitch et a de alf Changing مهم عندي انا الكفتة وعندي واحد cultivated 5 حمراء اللي ت ply�� crushed صغيرة شكل سagna لنا كبير وكارغة شكل مينها liter وعندي واحد البصلة كبيرة هي اللي تحنتها تقطعت لي رقيقة بثيث ويمرادرتها في الماكينة وعندي تم شوية دي القصبر ومع البنوس عندي الكوركم الخرقوم عندي الملحة عندي شوية دي سكينج بيرول بزار وعندي شوية دي الزعتر اللي كيعطيها واحد البنة زوينة هاد الحشوة والزيت العود كيفما كتشوفو وقادي ندوز باش غادي نشحر كل شي مزين حتى تنشف لي دي كل حشوة كيفما كتشوفو من بعد مما تشحرت لي الحشوة ونشفيت كيفما كتشوفو مهم عليها تشكيل خاصة تكون يعني ما يبقاش فيها لصوص نهائيا وهناي من بعد مما بردات لي نزيت ليها واحد شوية دي الفرماج محقوق اللي كيزيدها واحد البنة ويزيد لنا ديك الحشوة واحد تالي كلي كتجي لنا في ديك الفطيرة باش كتجي بنينا بززف وكتجي كتشاهي من داخل ما اللي كتاكل يا ما كتق نعيش منها مهم هنايا خليت ديك الحشوة حتى تبرد ودس باش غادي نحطر العجيل لانني نتناهي ضغير عندي نستعمله ما غاديش بقالينة بسبب مهم هنايا عندي دقيق الأبيض كيفما كتشوفو دقيق الفورس 400 جرام وعندي واحد معلقة كبيرة دي الحليب المجفف وعندي هنايا معلقة صغيرة دي الحليب دافي او للماء دافي كيبقى خسياري مهمرة بحل 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 كتشاه لاننفس الى نفس الشها اللي كديش في الحجنة و różطوبية يعني نفسها مكانش مشكل وهنايا تقريبا واحد جوج معا الكبارين ديال الذyt زيت نباتية او زيت العود اختياري كي بقى لكم سافي وكن عجنوها هادي وكن جمعوها انا انا غطيتها بوحد بلاستيك غي دائح لتسرتها احليا شوية وغات نقسمها على جوج وغات نبدأ تقراس ديالها مويم هنا يا من بعد مقرستها قسمتها على جوج عفوا وغات نبدأ نطربها بالمثلك باش تعطينا واحد دائرة اللي تكون نرقيق قسمك ديالها رقيق باش مجيش تكل عجينة غليظة وهادي مويم غتبقوا على هاد الشكل كاتهزو وكاته مويم بها الطريقة تماما بجينا بجينا تقريبا دائرية مويم انا بغيت نديرها دائرية اللي بغيتوا تديروها مربعة او لا مويم كيبقى لكم الاختيار مويم انا هنه يا غدي نديرها دائرية مويم ضروري من شوية ديالتقيق باش ما تلسقش هي اصلا لعجينة ما تلسقش ولكن ضروري واحد شوية ديالتقيق مويم غدي ندربها بالمثلك بشوية هاكا تحاولوا تقعدوها باش احتركم واحد شكل دائري من الاول انا اسبقوا تضربوها بالمدلك في الطول وفي العرض حتى تحصلوا على الشكل يجين شو ما بغيتوا انا اسبقوا تحصلوا على الشكل دائري تربطوا الجرارة من دول جوانب اللي كيبقوا زايدين يعني درشها دائرية ومغتي نحطها في الطاوال وغادي ندير الحشوة غادي نديرها هي اللولا حادي باش ندير الكورة التانية تاي نسرحها نبام العجين ايا هذي نقدر نسرحها تابا نخليها على الجنب واجدة كيفما كيتشوفوا العجين كيكون ناجح يعني واحد سهولة ما كيلسق متى شي حاجة وصرحة كيجي خفيف هذي العجين كنديرو فيها الحليب المجفف يعني ديال نيدو صرحة كيجي خفيف وهشيش يعني عن تجربة انا هذي العجين دائما كنديرها فضل فاطرة ناجحة 100% ويمانا غادي ندونسل الحشوة وغادي نبدأ نحط فيها على شكل دائري كيفما كتشوفوا يعني غادي ندير واحد دائرة على العجين كاملة ومن بعد طريقة كيفما كتشوفوا حتى نسالي ثم صارتنا ومخطرس الدائرة اللولا نحط ندير واحد دائرة الثانية ومأتحاولوا تقعدو باديكم هيكا باش كون واحد دائرة اللي غادا مقادة ممراسيه لو سريعة تتحضير الصرحة كدي رائعة سوف نحاول في الواسط نقوم بتقريبا ثلاثة لا نجعل الفراغ في الواسط سوف نحاول نزيد في البلايس سوف نعودس ماء سوف نقوم بتطريقة ماء جوانب سوف نقوم بتطريقة ماء سوف نقوم بتطريقة الماء ونلصق الجوانب ونبرك على الفراغات اللي في الواسط باش تعطيني ذاك الشكل اللي بغيت ويمضروري تحاولو هكا تلصقو من الجوانب باش الحشوة بتخرش لينا روحك تشوفو هكا العجين رقيق راح كيلسق يعني ما كيخرج لينا متا تخرج لينا اللي حشوة لدي شي حاجة سوف نحاولو هكا نديرو بها الطريقة باش باش تحبط لينا ذاك العجين وتعطينا ذاك الشكل كيف ما قلت لكم اللي بغينا دائري ورا غتلقو العجين بحلاو كيل الهواء الداخل هجيب واحد الكوردون ونشوف ما كات يعني كات بركب ايد ذاك وفين ما لقيتي الهواء هتحاولو تديري ذاك الكوردون باش يخرج لنا ذاك الهواء باش العجين انها تحبط باش تكون ناجحة ودروري غادي ندوزو حتى توقع بدك الكوردون على ذاك الفاطرة كاملة باش بتنصخش باش ما تنفخش لنا بزاف وطلع لنا ذاك العجين يعني باش تبقى شادة ذاك ذاك الشكل ديالها مهم صافي وغا نحاولو نقعدوها بهذا الشرار عاود لكانتش زيادة ولا شي حاجة مهم صافي كيف ما قلت لكم جيبي واحد الكوردون وتحاولو تدري لوحة توقب كاملة هاك ارقاقين سافي هنا غادي نجيب واحد صفر بيضاء اللي زد لي واحد جوش قطرات ديال الخل الابيض وغادي نحاول ندهن هاد الفاطرة باش تعطينا واحد شكل مدهب لي كيجي ازوين وكيشاهي وغادي نحاول ندهنها بعد شكل كيف ما كتشوفو يزييييييييييييه وغادي نحاول اجتبه في خلال البطار يستطيع قدار الجنجلين سوف نقوم بعمل الثورة الثانية هذا الشكل زيارة تبقى اختياري كيف ما بغيت انتي لزينيها وفي هذا الدوئر اللي بقى وهابطين سوف نجيب انا ايه هذا الجبل المحكوك سوف نعمر هذه الفراغات سوف نعمر هذه الفراغات سوف نعمر هذه الفراغات سوف نعمر هذه الفراغات سوف نعمر نعمر هذه الفراغات سوف نفعل فراغات سوف نعمر هذه الفراغات سوف نقوم بسحل من المحكوك وسوف نعمر هذه الفراغات تنتمنى تجربوها وتبرتجيوها مع الأصدقاء والأحباب ليلكم باش تعمل فائدة لا تنسونيش من لايكاتي ليلكم والتعليق ليلكم ونبقى ليه إلا نقول لكم تلام عليكم